السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة في الله استكمالا لموضوع خلق الإنسان وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل من مضغة مخلقة وغير مخلقة وبينا بأن المضغة لها صفتين متلازمتين لاعة وهي أن منها خلايا تكون مخلقة ومقدرة ومفاعلة لعمل أنسجة وأعضاء وأجهزة معينة مثل مثلا عمل جهاز الهضمي الجهاز الدوري الجهاز التنفسي وخلايا أخرى في نفس المضغة غير مخلقة وغير مقدرة غير مفعالة أن تعمل الأجهزة دي ولكن تعمل أجهزة أخرى تعمل مثلا الجلد تعمل الجهاز العصبي تعمل الجهاز العظمي وهكذا وبعد كده ربنا بعد أن ذكر من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاه لأجل نسمى وإحنا كلمنا على معنى القرار في الأرحام وإن هي فترة الحام بتتراوح من ستة لتسعة شهور كما بيّن الإمام علي بن أبي طالب استنادا إلى قول الله عز وجل وحمله وفصله ثلاثون شهر وفي آية أخرى وفصله في عامين طيب ثلاثون شهر من نخص منهم الفطان في عامين يبقى أقل لمدة للحملة تكون ستة أشهر وربنا بيّن الجزئية ديت علشان الناس ما تطعنش في الأنساب يعني مثلا واحد يتجاوز واحدة وبعد ستة شهور جابت ولد يقول لك لا ده الحامل تسعة شهور يبقى هذا مش ابني لا المسألة مش كده خالص المسألة مضبوطة بميزان الشرع وكنا من أجل التثبت من هذا النسب بنعمل بصمة الدينة اللي احنا تكلمنا عليها في السمات الحيوية وتعريف الهوي بعد كده ربنا قال ثم نخرجكم طفلة الطفل هنا اللي هو جاي من طفلة الأرض وهي بتبقى طفلة هشة ضعيفة فربنا هنا سبحانه وتعالى بيشير إلى ضعف الإنسان وإحنا عارفين أن الإنسان بيبقى قوة بين ضعفين لقول الله عز وجل الله خلقاكم من ضعف ثم جعلن بعض ضعف قوة ثم جعلن بعض قوة ضعفا وشيب فقال علماء التفسير الإنسان في حال حياته الدنيا هو عبار عن إيه قوة بين ضعفين اللي ربنا ذكرهم في إيه في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا بعض الصفات اللي يعني بتتلبس بهذا الإنسان وهي صفات كلها تدل على حال الضعف لهذا الإنسان ما يغراكش أنه هو ذو عضلات مفتولة ولا كذا ولا كذا ولا كذا أو ذو سلطان أو جاه أو خلافه لا ده في صفات ربنا سبحانه وتعالى يعني لصقها بهذا الإنسان أو يعني من علمه الأزلي وهو العليم الخبير يعلم أن هذا الإنسان تكون فيه هذه الصفات ولذلك ربنا عز وجل ذكرها في القرآن الكريم أكثر من عشرين صفة تشير إلى حالات الضعف التي هي تعتريه هذا الإنسان مثلا قوله مثلا عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا فالإنسان الأصل فيه أنه ضعيف على أي حال من الأحوال وربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر أنه ليأوس كفور وكلمة يأوس يعني كثير يقنط يسأم مش عاجبه حاله حتى لو كان حاله كويس مش عاجبه حاله برضه قنط طبعا بإيه يعني كما ذكرت أنه ما عندهش قناعة يعني القناعة دي بالنسبة له حاجة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى ويأوس كفور يكفر بنعم الله عز وجل وأيضا أنه الإنسان عجول من ضعف الإنسان هو عجول في اتخاذ القرار وكان الإنسان عجولا وأيضا أنه هلوع إذا مصى الشره جزوع وإذا مصى الخيره منوع وإن الإنسان طبعا إيه خلق الإنسان هلوع وهلوع في الحال تندل إذا مصى الشره منوع وإذا مصى الشره كان جزوع طيب الإنسان أيضا من صفات الضعف اللي هي فيه إنه هو طاغي كلا إن الإنسان لا يضغى أو استغنى بطبيعته طاغي الإنسان لو ما عندهش ضوابط إيمانية ما عندهش معايير إيمانية بيستند إليها هتلاقي بقى حالة الطغيانة عنده إيه يعني بتتفعل الأمام والمثال اللي إحنا كنا عارفينه يا فرعون إيه شفر أنا قال ما لقيتش حدي إيه يوقفني يعني وبرضه لما ربنا تكلم عن فرعون إذهب إلى فرعونة إنه طاغ إعرف إن كل طاغي عنده نواحي ضعف جديدة جدا 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 لكن هو بيحاول يبرز التغيان بتاعه دوت من أجل إنه يثبت إنه هو قوي لكن الحقيقة إنه هو من جوا إيه إنسان ضعيف هاش يعني إيه إلا إذا كان مثلا يعني إيه كل هذه الصفات اللي هي موجودة كصفات ضعف هذا الإنسان يستطيع إنه بقى يقويها ويمنحه بالإيمان الإيمان بقى هو مصدر القوة لهذا الإنسان ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن إيه من المؤمن الضعيف طبعا فيه مثلا برضو بعد يعني الصفات الأخرى لهذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعني بيظلم نفسه أو بيظلم غيره بيجهل ممكن يتكلم بغير علم كل هذه الصفات اللي ربنا ذكرها في هذا الإنسان مثلا بتشير إلى حاجة مهمة جدا يجب أن نأخذ بالنا من لها إذا كنت أيها الإنسان يعني بتتصف بمثل هذه الصفات اعرف أن أنت على خطر يبقى لابد أن أنت ترجع نفسك في مسألة الإيمان يعني تقوي إيمانك بالله عز وجل طول ما أنت لك صلة بالله عز وجل بتحافظ على الصلاة بتحافظ على الذكر بتحافظ على الطاعة فأنت إنسان قوي ما تدركش أي يعني هفوة ولا أي شيء يعتريك كده مثلا حصل لك فقرة حصل لك مرض حصل لك يعني فقدت أحد الأحباب كل الأشياء دي كلها لو أنت عندك إيمان قوي بالله حتجد نفسك أن أنت يعني ثابت راصخ بتفول أمرك إلى الله وكل المشاكل دي كلها كأنها بتعدى عليك زي مثلا إيه نسمة ريح أو نسمة هوا بتعدى عليك ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر كل هذه الأشياء حتى أن ربنا بقيلنا خد بالك أنت اتولدت ضعيف اتولدت ضعيف وحتنتهي ضعيف كما بدأنا أول خلق النعيد هو واحدا علينا إن كنا فاعلين يعني أنت بتدقت يا ضعيف كجنين في بطن أمك وانزلت طفل ضعيف وبرضو حتنتهي إيه حتنتهي في حال الكبر ضعيف كما قال الله عز وجل إيه قد بلغني الكبر وإني وهنا العظم مني كل دي في حالات الكبر حنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله لكن اللي احنا نريد أن نختم بها هذه الحلقة إن الإنسان لابد أنه يفهم نفسه كويس جدا هو قوة بين ضعفين يستطيع أنه هو يتقوى بالإيمان وبذكر الله ورطاعة الله حتى أنه يستطيع أنه يلقى الله عز وجل وهو أراضي عنه أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر